دائماً بيسألون أحباء المسلمين أين قال الله أنا الرب أعبدون يسوع يقولها بلسانه أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به مين اللي بيتجرأ بصراحة خلينا نكون واضحين وحقيقيين بشفافية ومصدقية من الذي يجرؤ أن يقول أنتوا بتآمنوا بأله آمنوا فيه ما حد إلا إذا لم يكن هو الله فالمسيح هو الله أحباء قال يسوع ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار فإذن المسيح جاء ليعمل أعمال الآب أعمال الله ثم في موضوع آخر يقول أعمال أعمال أبي في يحنى عشرة لكي تؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه مرة تانية الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده كما أن الآب يقيم ويحيي وكذلك الإبن أيضا من يتجرأ على فكرة أن يقول هذه العبارات خلينا صارحين لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب الذي أرسله واو مين أي نبي يتجرأ يحكي هذه الكلمات مرة أخرى إكرام الآب إكرام الإبن ثم أحبائي كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته فإذا نشوف علاقة الآب بالإبن هون يسوع مساوين للآب كل من ينكر الابن ليس له الآب واضح ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن أي بكلمة الله يسوع المسيح له كل المجد فله الآب أيضا فإذن يسوع مساوي للآب كان وسيظل دائما مساويا لله الآب ولكن بالتجسد أخلى نفسه أخذ صورة عبد صار يمشي بين الناس عطش جاع تعب أكل كان بيتحرك من مكان إلى مكان يعني صار إنسان كامل بكل معنى الكلمة ما عدى الخطي لأن الوحيد هو الكامل حتى يكون الذبيح الأعظم الذبيح الكاملة النهائية عن كل البشرية البشرية موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر